بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه كثير من الناس يتساءل عن قضية شغلة الذهن الإنساني وهي قضية التحايل على القانون أهل القانون كانوا أسبق في التعامل مع هذه القضية وفرقوا بين ثورات القانون واستغلالها وأن هذا أمر مشروع القانون له صياغة هذه الصياغة عند تطبيقها يمكن أن يكون هناك ثغرات يستغلها المحامي ويستغلها القاضي أيضا من أجل الوصول إلى العدالة فالغاية من القانون هو العدالة ولكن إبطال القانون إيقاف القانون تعطيل القانون هو المنه عنه باتفاق بين كل البشر ولذلك نرى بعض جامعات العالم على ما أتذكر في لوزان في سويسرا يدرسون مادة ثغرات القانون مادة يدرسها الطلبة ويتمرنون على كيف يصلون إلى تلك الثغرات وكيف يستغلونها من أجل الوصول إلى العدالة التامة باحتياطات العدالة بجمال العدالة وبطلب فطرة الإنسان لهذه العدالة لكي تكون العدالة ناجزة وفورية لكن ليس هناك في طول الأرض وأرضها شيء اسمه مادة إبطال القانون أو تعطيل القانون أو التحايل على تنفيذ القانون ليس هناك مادة تدرس بهذا ولكن استعمال الحيل التي تحقق في النهاية العدالة قد يكون هذا بعض الناس يسميه روح القانون لأنه يرى أن التطبيق الحرفي للنص سوف يؤدي إلى مفاسد وليس إلى مصالح حول هذا المعنى التحايل على القانون والفرق بينه وبين ثغرات القانون وكيف يفكر الفقيه والقانون في هذا الأمر وأتذكر ما فعله سعد زغلول باشا وكان محاميا قديرا ودارسا عميقا وكان دارسا أيضا في الأظهر على المذهب الشافعي وله في ذلك كتاب غير مشهور وإن كان منشورا حدثت قضية أن أحد أهل الصعيد حكم عليه بالإعدام وأنه لما جاء لتنفيذ الإعدام وكان قوي البنية قوي الهيكل العظمي استطاع أن يعلق ذقنه في الحبل بتاع المشناء فلم يمت هو شنق فعلق نفسه بقوة على الحبل فالناس تعجبت هذا شيء لم يحدث إلا مرة واحدة فأخذوه من أجل أن يعيدوا المحاكمة وتدافع عنه سعد زغلول النص كان يقول يعاقب بالشنقي من يفعل كذا وكذا فجاء سعد للقاضي وقال له تمت العقوبة والرجل شنق ولم يكن في القانون وحينئذ أضيفت بعد ذلك في القانون بالموت شنقا فلأنه وفيش كلمة الموت فاستغل هذه الثغرة وجعلها بالشنقي أنه قد تمت الشنق والحمد لله والرجل أدى ما عليه من عقوبة كن ربنا نجاه دي قضية تانية ليست في دخل البشر وحكم القاضي لسعد باشا بهذا وخرج الرجل وسبحان الله يعني الآجال مؤجلة ولا يعلم متى يأتي الآجال إلا الله سبحانه وتعالى حول هذا المعنى الفرق بين حيلة القانونية المطلة للقانون وبين ثغرة القانون يعني نجري النقاش في اليوم